خلال خطابه رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريسا ديبي إتنون للأمة الشادية بمناسبة حلو لرأس السنة الجديدة 2023 حيث تطرق رئيس الجمهورية عن المشاريع التنموية التي شرعتها حكومة الفترة الانتقالية نحو التحقيق التطلعات والمساهمة في تطوير البنية التحتية بالولاية فهنا بولاية سلامة تحديدا مدينة أم تيمان حاضرة الولاية حيث شيدت الحكومة العديد من مباني المؤسسات العامة بعضها اكتمل بناؤها كالمستشفى المركزي لمدينة أم تيمان والسوق الحديث وكذا فندق مدينة أم تيمان والأخرى توقفت عملية بناؤها تماما منذ فترة طويلة كالملعب الرياضي والثنوية الحديثة فضلا عن سكن مركز إداري مدينة أم تيمان بعد أن استلامت الشركات الموكلة إليها تلك المهمة ثلث أموال تكلفة هذا البناء وتجدر بنا الإشارة بأن قيمة تكلفة مباني المؤسسات العامة هذه أكثر من 30 مليار فرانكا وتم تشييدها في عهد الراحل فقيد الأمة مشي ريشات إدريس جبي إتنو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة